في الحوطية لن تكتفي بتجنيد الأطفال وفرض معتقداتها وأفكارها المسمومة والطائفية عليهم لتتجه إلى تسميم عقول النشأ والشباب فيما تسميها بالمراكز الصيفية المنتشرة بكثافة في مناطق سيطرتها ما ينذر بقنبلة موقوتة في وجه المجتمع بل باتت أيضا تحارب وتهدد بالقتل والاعتقال والغرامات كل من يحاول معارضتها وعدم الزج بأبناء في هذه الدورات في محافظة ذمار شنت الماليشيا حملة اعتقالات في صفوف الأهالي الذين رفضوا إقحام أبنائهم في المراكز الصيفية لتلاحقهم في الحدى وأصاب العالي وعنس ومدرية جهران ونقلت عددا منهم إلى سجن الأمن والمخابرات فيما زجت بالبقية في سجن البحث الجنائي بالمدينة يأتي ذلك بعد سلسلة تهديدات أطلقتها الماليشيا متوعدة بمعاقبة الرافضين تسجيل أبنائهم في المراكز الصيفية بالسجن والقتل بل وفرض غرامات مالية على أغلب المناطق التي لم تدعم المراكز الصيفية ولم تشجع على تفعيلها وما يزيد الوضع سوءا أن ماليشيا الحوثي تختم أعمال التعبية في مراكزها الصيفية بأرض عسكرية تجوب عددا من الشوارع وتجبرهم على رفع شعارات تحرضية وعدائية بالإضافة إلى إجبارهم على أداء قسم الولاء للجماعة وهو ما يؤكد حجم المؤامرة في تدمير عقول الأطفال وبث سموم الكراهية والعداء لديهم حقوقيون اعتبروا هذه الممارسات تهديدا واضحا وحقيقيا لحياة الأطفال في اليمن وللمجتمع بأسره ودعوا منظمات حقوقية إلى التدخل العاجل لإيقاف العبث بأرواح الأطفال وعقولهم وإلزام الميليشيا بالابتعاد عن هذه الممارسات وأن لا تواصل بجعل الأطفال وقودا لحربها العبثية غير أن الميليشيا وكحدتها تواصل انتهاكاتها ولا تعطي للتنديدات الحقوقية والإنسانية أي اهتمام ما يجعلها تصنف فعليا ضمن قائمة الجماعات الإرهابية اشتركوا في القناة